يسعد اللوات الجميع واهل وسهلا فيكم بفيديو جديد معكم شاهر رسلان وان شاء الله بهذا الفيديو رح فرجيكم كيف نحنا منحول مصاري او مندفع اي فاتورة عن طريق برنامج لشباركاسي او لأي بنك تاني طبعا من ناحية المبدأ كل البنوك متشابه مع بعضها ولكن فيه كم نقطة لازم نركز عليها وبهذا الفيديو رح يشرح لنا فان ما ادى هذا الفيديو ويتمنى من كل الاعجاب بالفيديو الاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس هذا تصلكم فيديوهات لديميو جديدة اول شي بنفتح تطبيق الشباركاسي اونلاين بنكينج بعدين نضغط على الحساب اللي نحنا منحول منه بالاساس ازا كان عنا اكثر من حساب حافظينه بقلب التطبيق بعدين بنروح على اه خيار اسمه يعني تحويل متل ما شايفين عطاني اهم اربع نقاط واللي هني اول شي الاسم تاني شي الايبان وثالت شي البيت غاق واخر شي الفيديو اهم شي بين هدول الحقول الايبان والفيديو اللي هو الرقم لحساب الدولي وعنا هون اخر شي الفيديو الغرض من التحويل يعني مسلا ازا كنت هلأ انت عم تحاولوا لشركة كهرباء صحيح اسم كن موجود عندهم ولكن ازا ما بتحطوا النمرة خاصة بالغشنونج فهذا الشي بيؤدي لتراكم هاي اه يعني المصاريف عليكن وتاني شي يعني انه هني ما بيعرفوا ليش انت بالاساس حولتوا هاي المصاري. هلأ انا مسلا راح حول لالفة ميتة تبعه. فهو محفوظ عنده بالسجلات فبيطلع دايما الايبان عنده والاسم. طبعا هون نحنا دايما لازم ننتبه نركز على الايبان نعيده اكتر مرة لحتى ما يكون خطأ. لانه المصاري بس طلعت من عندكم من الحساب وراحت لشخص تاني. هاد الشخص تاني ما انه مجبور ابدا ان يرجع لكم المصاري. فيه كل بساطة يقول انه هاي المصاري لا اليه. وشكرا جزيلا. طيب هلا منروح هون على البيت خاق. البيت خاق انا راح حطه هلا ميتين وتمانئة وتسعين. فاصل تمانئة وخمسين. بعدين هون ما نحط. انا هلا بما انه هاي المصاري في العلاقة بالميتر. يعني دايما لما انتو بتدفع مسلا مصاري في المي والكهرباء احيانا بيجيكن يا اما زياد يا اما نقصان فهاتكن تدفعوها. فهون انتو بتحطو ازا ما موجود بالاساس بتحطو دايما لكون النمرة تبقيتكن او زيان تحولو لشخص تالي دايما بتكتبو هون شو هو الغرض من التحويل. دايما عندي الفواتير بيكون في رقم او نمرة بيقولو لكن يعني رجاء نحطو هاي النمرة التالي كغرض لتحويل الفاتورة. هلا نحن هون انا حطيت كل شي عنده. هلا في عندي خيار هون مهم اسمه لما بفعل هذا الخيار بتوصل المساري بنفس الثانية او بنفس الديقة اللي انا حولتن فيها. يعني نفترض انه هلا انا حولت المساري يعني بنفس الديقة او بنفس يعني الثاني بنكتبو لصاحب البيت انه اجا مساري بالتطبيق الخاص فيه. هون بحط بحيث انه انا بعرف هذا الشخص رح حول له دايما مشان بالمرة الجاي ما اضطر لحط الايبان او لحط الاسم او لحط في فبحط له والمرة الجاي لما ببحث على اسمه او بحط مسلا نامة بحط اسمه فهو بيطالع لي معلوماته بشكل اوتوماتيكي اللي انا بالاساس حولت له عليا. هلا بحط له هون زندن متل مو شايفين هلا عطاني انه البيت غاقف هو عم يأكد لي عملية تحويل ميتين تمانا وتسعين فاصل تمانا وخمسين يورو. الايبان حط لي بلا بلا بلا. وطبعا اه حط لي هون طبعا معلومات اللي فوق انه من اي حساب رح ينسحبه هاي المصاري. وتحت الشخص المستلم اسمه والايبان طبعو فهلا بحط له او سفيغن. فهلا عنده بيفتح تطبيق البوشتان. فمثل مو شايفين هلا عنده تفعال التطبيق او تأكدت يعني عملية تحويل. متل مو شفته انه تطبيق البوشتان يعني لا اه امان اكتر. فهو بسجل انا اه تسجيل لشاشة بالفيديو. فما بيطلع عندي اي معلومات لهيك يعني طلعت شاشة سودا. فهلا بحط له شتاتوس. متل مو شايفين قال لي انه البتغاق صار عند الفهميته ومكتب بحسابه. فهلا بحط له اوكي لاتأكد ان عملية. متل مو شايفين كتب لي هون ميتين ثمانية وتسعين طلعوا بالحسابة فاسل ثمانية وخمسين. وصاروا عند الشخص يعني اللي انا كان بدي حوله هاي المصاري. اذا هاي هي العملية تمت متل ما شفته بثوانه. هذا كان كل شي بيتعلق بالفيديو اليوم. شكرا كتير على كرم متابعة ومشاهدي. واذا كان هذا الفيديو يعني ساعتكن او يعني ازا انتوا استفدتم من هذا الفيديو. ياريت شاركوا مع اصدقائكم. ياريت تدعموا هاي الصفحة. كان معكم شاير رسلان. لا تنسونا مدعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته